هاي كيف كون؟ منتكن بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الحوت رح حاول أحكام العواطف وما يخبئه لك هذا الشهر وكما عودتكن هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع وفي احتمالية أن تكون القراءة عكسية كلما كان في شخص آخر بالقراءة كلما كانت البصيبوليتي واحتمالية أن تكون القراءة عكسية وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكريب لقناتي تفعلوا زر الجرس اللي بالقناة الناس اللي بدأت تتواصل معي بقراءة خاصة تبعتلي على الإيميل موجود بصندوق الوصف وشكرا لعلكم وفي جديد رح أعملوا عن قريب إن شاء الله رح تكون رح أعمل أبليكيشن على الهواتف في قراءات رح تكون فيها قراءات لا تتاروت فيكن أنتو تختاروا القراءات الخاصة تبعكن برج الحوت بداية يا برج الحوت عم نشوفك كأنه عم تتمنى شيء بشدة وبتريده بشدة ممكن واخد وقت لح عليك يا برج الحوت عم تفكر بدك نصر خاصة هذا الذي أراه بهذه القراءة بدك أنو تنتصر على شخصك أنو كان حبيبك كنت بتحبه كنت بتعزه يا برج الحوت كنت بتحطه بمقامي كتير عالي بس هذا الإنسان مات بقلبك أو في غدر حسيتك بالغدر يا برج الحوت أنا لا هيك عم شوفك عم تدعو وبدك نصر بدك فتح يكون هيك في عدل كمان عم شوفك أو طاقة الحبيب عم شوف الحبيب مبتعد عنه كليا عم يهتم لكتير أشياء بالحياة ممكن يهتم لموضوع العمل عم شوف هذا الشريك همه الوحيد بهذا الوقت هو العمل ممكن أنا عم شوفك خاصة طاقتك أنت يا برج الحوت عم يطلع لي في بعض في ابتعاد عن الحبيب وعم يظهر لي أنه يعني في أشياء أو مخلفات أنت حاملة بقلبك يا برج الحوت عم شوف كذلك الحبيب مبتعد عنك وعم يهتم لموضوع العمال عم يهتم لكتير من العشياء وممكن يعني هو يتمنى أن يتحقق له أشياء كتير عديدة بالحيات هو بيشتغل عليها حاليا مهتم أكتر للعمل عم شوف كذلك حتى مشاعرك نحو هذا الشخص برغم من أنك يعني تنوي أنه تدور الوقت أو تدور الأيام ويرجع لك هذا الشخص ويتمنىك ويترجعك عم نحسك يا برج الحوت كتير حاسس بخسارة بس عم شوفك بدك أنت هذا الإنسان يعني يطلب السماح منك هيده يعني نيتك أنت يا برج الحوت أنه يطلب السماح منك يترجعك كتير في أشياء من هذا القبيل بيطلع لي يا برج الحوت أما هو أنا عم شوفه عم يتذكرك هذا الإنسان عم يتذكرك بالرغم في أنه بعض يعني ما نسك هذا الإنسان عم يفكر في كل ليلة هذا الإنسان عم يتذكر اللحظات الجميلة اللي كنتوا أنتوا مع بعض هذا الشخص ما قادر ينسك أبدا عم شوف كذلك ممكن العشيء اللي ما حبيته فيه ممكن هذا الشخص كان من برج الأسد هذا الإنسان كان شخصية قوية شخصية مستبدة أوقات عم يفرض شخصية كتير عالية عليك وعم يتعصب عليك أوقات عم يكون دكتاتوري معك ممكن هذا سباب الخصام بيناتكن ما عم تتفقه بالأراء أو عصبيته ما عم تخليك أنه تكون معه بنوع من الاتفاق كذلك عم يتلع لي على أنه هذا الإنسان شكك جداً عنده طاقة الشك والمراقبة والغيرة والتحكم فيك لهيك أنت ما تحملت أبداً هذه الشخصية بس بتحبه يا برج الحوت أنت بتحبه لهذا الإنسان يعني عم شوف في الطاقات اللي بيطلعوا عندي برج الثور في برج الدلوة في برج السرطان الأسد هاكل شيء بس يعني في طاقات يعني الطاقات ترابية نارية هواية وحتى مائية يعني في كل الطاقات بهذه القراءة عم يطلع عندي كذلك أنه أنت بتحب فيه على مشخص متجدد شخص هيك يعني مرح فرح بيحب الحياة أوقات بيحسسك أنه أنت شخص جميل أنه شخص ساحر بحسسك بأنستك إذا أنت مرأة إذا أنت رجل يعني إذا أنت رجل عم شوفك هذه السيدة عم تحسك على أنه أنت مالك على أنه أنت عندك قدرات كتير عالية عم شوف أنه هذا الشخص أوكي عنده هذا القط يعني هذا الجانب المستبد وعنده كذلك أنه مرح كذلك هو ما بيحب فيك يعني أنه شخص حالم جدا بحسك أنه منك شخص واقعي بحسك أنه منك شخص بتشتغل بتفهم يعني بتعاده واهتمامه بالشغل بتحس كل الحياة كليات أحب وكليات أرومانسية بحسك منك واقعي بيلومك على أنه أنت منك واقعي بده تكون شوي واقعي وتكون إنسان بتشوف جميع الجهات ما تكون متعلق بس بصورة نمطية عادية وكام عم شوفه كذلك بحب فيك أنه غيور أنه أوقات يعني بتجاكره إلا إذا غررت وبتعمله هيك أفلام طبع الحب وليش حكيت مع هذه المرأة وليش عم يعني تتصل بهذه المرأة وليش تطلعت فيك هذه المرأة هذا للنساء أعمل الرجال ذات الشيء كمين يعني بحب فيك على أنه أنت شخص غيور هيك بحس حاله أنه مهتم فيه بزيادة أما بما يتعلق بالنواية نيتك نحو هذا الإنسان ما عم شوف نيتك يا برج الحوت صافي تجاه هذا الإنسان عم شوفك يا برج الحوت تحمل شيء من الغصة بقلبك يا برج الحوت حاسس حالك أنه ضمارك هذا الإنسان كان متركك وراح ليهتم بأشياء أخرى ما حاسس أبدا براحة ممكن أنت بلشت تفكر أنه يعني تكون بعلاقة أخرى بلشت تفكر أنه تخونه ممكن هذا كذلك حتى هذه الخيانة اللي بتطلع عندي ممكن تكون القراءة عكسية ممكن الشريك هو اللي بيخون أما يعني بهذه القراءة فأنا عم شوف في خيانة وفي انتقام بدك أنه تنتقم من هذا الشريك كذلك عم شوف يعني نيته هو أو نوايه عم شوف أنه بده يرجع هذه العلاقة إذا ما كانت أنا عم شوف بهذه القراءة ما عم شوف هذه العلاقة انتهيت أبدا عم شوف في رجعة في عودة لتصفيت أمور كتير كانت عالقة بالسابق راح يكون في عودة في عودة إن شاء الله بس يعني مستقبل العلاقة هذا ورق مستقبل العلاقة عم شوف كون عم تبعتوا رسائل لبعض عم تحكوا مع بعض عم شوف في اتخاذ قرارات اتخاذ قرارات حاسمة بيناتكن يأما تنهوا العلاقة يأما تخلوها مع بعض للبعض عم شوفون في رجعة وفي فرحة بيناتهم للبعض منكن عم شوف في قطيعة نهائية يعني هذ هي الرجعة اللي راح تكون يتسول يعني مشاكلكن مع بعض يتنوها يعني بصفة نهائية أما للناس يعني العزاج يحاول أحكي عنهم بما يتعلق بالعزاج لبرج الحوت عم شوفون حاليا يعني ما في شخص جديد بحياتهم بس في كتير اشياء عم يهتموا فيها بالوقت الراهن ممكن يهتموا بموضوع دراسة بيهتموا لمواضيع أخرى بس بهذا الوقت ما عم شوف في دخول شخص جديد بحيات كونيا برج الحوت كذلك عم شوف أنه النصيحة أنه تهتموا أكثر للعمل تهتموا أكثر لكتير أشياء بالحيات لأن الوقت أو هذا الشهر من شهر ما عم شوف في شخص شخص أو قدوم شخص بحيات كون راح حاول أخذ مصايح لقلكون يا برج الحوت هنشوف في احتفلات في فرحة شخص بحيات كونيا انظر. عنشوف انا اه للبعد من من يعني برج الحوت راح تكون في ولادة جديدة. ممكن ولادة الطفال. حتى ممكن هذا هو سبب الفرحة والاحتفال اللي بحيات برج الحوت. كمان عم شوف اهتمام اكتر بالاطفال اهتمام اكتر بالنفس. عم شوف انه هذا وعد انه قضيتك بالحيات او شو اللي حاصل بحياتك رح ينعدل ورح تكون العدالة. كمان عم شوف انه كل ما غيرت نظرتك للحيات وصرت ترى الحيات بمنظار اخر. غيرت فكرتك كذلك بالحيات رح يتغير العالم اتجاهك او نحوك. يعني هاد دعوة للك انه تغير فكرك اذا كان هذا الشخص لا يصلح للك او كنت انت بستويشن او كنت بموقف يتطالب منك انه تغير موقفك بالحيات او نظرتك للحيات فهدا يعني هاد الوقت المهم انه تغير نظرتك. عم شوف انه وعد انه رح تكون الامور لصالحك. عم شوف احتفالت. يعني في قراءة جيدة جدا بالنسبة لبرج الحوت. اتمنى لكم كل الخير والمسرات وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكوائب لقناتي وشكرا لكم.